تداعية قتل النائب البريطاني ديفيد أميس ما زالت مستمرة حيث ألقت الشرطة البريطانية في ويلز القبضة على رجل يبلغ من العمر 76 عاما بتهمة توجيه اتهامات بالقتل للنائب عن حزب العمال المعارض كريس براينت النائب العمالي قال للشرطة إنه تلقى تهديدا بالقتل بعد أن دع الناس إلى أن يكونوا أكثر لطفا في التعامل مع النواب بعد مقتل السير أميس الجمعة الماضية وثقا لمصادر صحفية فإن معظم نواب البرلمان واجهوا انتقادات خلال السنوات الماضية بسبب مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا إلا أن هذه الانتقادات لم تصل لمستوى التهديد بالقتل في حين قال النائب العمالي كريس براينت إن الأقليات العرقية والنساء والسود والمثليين هم الأكثر انتقادا من قبل المواطنين البرلمان البريطاني من جهته يناقش مقترحات قدمت من وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل لتوفير حماية للنواب خلال قيامهم بأعمالهم ولقاءاتهم مع المواطنين